حكم أخذ الذهب لاستشارة زوجي فإذا أعجبه أدفع لصاحب الذهب إذن متى ما دام العقد لم يتم جائز الدين هذه القلادة أتفرع عليها في البيت أشاور جوزي أشاور بناتي نحن لسه لم نبيع ولم نشتري لحظة البيع في الذهب والفضة لابد أن يكون يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لكن عندما أخذته يا آمة الله كان أمانة عندك أخذت يعني سبيل الوديعة عشان تفرج عليه جوزك وبناتك وأولادك لا بأس أنت لم تشتري لما تشتري بعد لكن لحظة الشراء لابد فيها من التقابض بارك الله فيكم